بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أعزائي طلاب الصف الخامس أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع درس جديد من دروس الفقه الإسلامي ومع الجزء الأول من درس الصوم ركنه وشروطه ومبطلاته والآن أعزائي الطلاب تعالوا بنا لنتعرف على أهداف درسنا اليوم أولا أن يذكر ركن الصوم ثانيا أن يعدد شروط الصوم الصيام ركن من أركان الإسلام الخمسة التي لا يكتمل إسلام المرء إلا بها فهو من أعظم الطاعات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى ويثاب المسلم عليه ثوابا لا حدود له وبه تغفر الذنوب وبه يق الله العبد من النار وبه يستحق العبد الدخول إلى الجنان من باب خاص أعد للصائمين يسمى باب الريان وبالصيام يفرح العبد عند فطره ويفرح عند لقاء ربه ويعد الصيام مدرسة صحية وتربوية واجتماعية مبنية على الصبر ومخالفة النفس وكسر الشهوة واحترام النظام ومواساة المساكين والمحتاجين وتطهير الروح والانشغال بلذة العبادات من صلاة وذكر وقيام واعتكاف وتلاوة للقرآن الكريم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فما تعريف الصوم وما هو حكم الصوم من خلال هذه الآية الكريمة؟ الصوم هو الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تقربا لله تعالى ومن خلال هذه الآية التي قرأناها آنفا يتبين لنا أن الصوم فرض على كل مسلم ومسلمة وهو ركن من أركان الإسلام الخمسة لكن يا ترى ما هو ركن الصوم؟ وما هي شروط الصوم؟ هذا وأكثر ما سنتعرف اليوم عليه من خلال أهداف الدرس أولا ركن الصوم عزيز الطالب حاول ترتيب الكلمات الآتية لتصل إلى ركن الصوم فكر ثم أجب أحسنت ممتاز ركن الصوم هو الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تعبدا لله تعالى أو تقربا لله تعالى هذا هو ركن الصوم إذن مرة أخرى ركن الصوم هو الإمساك أي الإمتناع عن جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تعبدا لله تعالى قال تعالى وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبَيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ عزيز الطالب في كتابك أجب عن هذا النشاط أبحث وأستقصي يقول النشاط المقصود بالخيط الأبيض والخيط الأسود في الآية الكريمة السابقة وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ هو ممتاز الخيط الأبيض هو الفجر نمتنع عن المفطرات من الفجر من بداية الخيط الأبيض وسمي الفجر بذلك لأن أول ما يبدو من الفجر في السماء ضوء كالخيط الأبيض في الأفق وأما الخيط الأسود فهو بداية سواد الليل أي المغرب بداية سواد الليل هنا ينتهي الصيام وهنا يفطر المسلمون أجب عن الأسئلة الآتية للصوم ركن واحد فما هو؟ أحسنت ركن الصوم هو الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تعبداً لله تعالى صحح العبارات الآتية سيظهر لك الآن عبارة خاطئة والمطلوب منك أن تصححها أولاً للصوم ركنان رئيسان ما الخطأ في هذه العبارة؟ رائع للصوم ركن واحد فقط وهو الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تعبداً لله تعالى العبارة الخاطئة الثانية هي ركن الصوم هو الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الشمس إلى غروب الشمس تعبداً لله تعالى فكر قليلاً ثم أجب أين الخطأ؟ أحسنت الخطأ هو في جملة من طلوع الشمس والصواب أن ركن الصوم هو الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر وليس من طلوع الشمس انتبه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تعبداً لله تعالى ثانياً شروط الصوم هناك سبعة شروط للصوم أولها الإسلام فلا يقبل الصوم من الكافر فلو صام الكافر رمضان كله لا يقبل صيامه لأن الإسلام شرط أساسي لقبول العمل ثانياً العقل فلا يجب الصوم على المجنون لكن إذا صام المجنون فلا بأس أما إذا لم يصم فلا شيء عليه لأن من شروط الصوم أن يكون المرء عاقلاً ثالثاً النية فلا يجوز الصوم بدون تبييت النية فلو صام إنسان عن جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ولكن لم ينوي الصيام كان يقصد بصيامه أي شيء شغل عن الطعام مثلاً امتنع عن الطعام لأجل أن ينقص وزنه وليس هدفه أو نيته هو أن يصوم تقرباً لله تعالى فلا يجوز صيامه ولا يصح صيامه فالنية شرط من شروط الصيام فلا يجوز الصوم بدون تبييت النية رابعاً البلوغ فلا يجب الصوم على الصغير قبل البلوغ لكن إذا صام هذا الصغير فله أجر ولوالديه أجر لتشجيعه ما له ولحثه ما له على الصيام فإذا صام فله أجر أما إذا لم يصم فلا شيء عليه لأن من شروط الصوم البلوغ خامساً الإقامة فلا يجب الصوم على المسافر فله إذا سافر أن يفطره في هذا اليوم ويقضي عنه يوماً آخر بعد رمضان أما إذا صام المسافر فلا بأس ويقبل صيامه ويحتسب صيامه صياماً صحيحاً ولكن عنده رخصة من الله عز وجل إذا سافر يجوز له أن يفطر ويقضي هذا اليوم فمن شروط الصوم الإقامة سادساً القدرة على الصوم أو الاستطاعة فلا يجب الصوم على العاجز عنه للكبر أو للمرض أو لأي سبب يعجز الإنسان عن الصيام فإذا كان الإنسان غير قادر على الصوم فقد رخص الله عز وجل له في أن يفطر ويقضي يوماً مكانه أو يدفع فدية بتفصيل سنذكره إن شاء الله سابعاً طهارة المرأة من الحيض والنفاس وهذا شرط هام بالنسبة للنساء فيحرم صوم المرأة الحائض والنفساء فإذا حاضت المرأة أو نفست فلا يصح صومها ويجب عليها أن تفطر وأن تقضي هذا اليوم بعد رمضان إذن الشرط السابع من شروط الصوم هو طهارة المرأة من الحيض والنفاس إذن شروط الصوم مجتمعة هي الإسلام فلا يقبل الصوم من الكافر العقل فلا يجب الصوم على المجنون النية فلا يجوز الصوم بدون تبييت النية البلوغ فلا يجب الصوم على الصغير دون البلوغ فإذا صام فله ولوالديه الأجر الإقامة فلا يجب الصوم على المسافر فله أن يفطر ويقضي القدرة على الصوم فلا يجب الصوم على العاجز عنه للكبر أو المرض وأخيرا الطهارة من الحيض والنفاس للمرأة فيحرم صوم المرأة الحائض أو النفساء أجب عن الأسئلة الآتية إملأ الجدول الآتي مبينا حكم الصوم مع التعليل صام طفل صغير عمره أربع سنوات ما حكم صومه مع التعليل؟ ممتاز الطفل الصغير لا يجب عليه الصوم لأنه غير بالغ لكن إذا صام فله أجر ولوالديه أجر ثانيا صام رجل وهو مسافر إذا سافر الإنسان فلا يجب عليه الصوم أيضا لأنه غير مقيم ويقضي هذا اليوم بعد رمضان ولكن إذا صام فلا بأس صام غير مسلم شهر رمضان كاملا ما حكم صومه؟ رائع لا يقبل صومه لأنه غير مسلم والإسلام شرط رئيس لقبول الأعمال الصالحة ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة أولا يجب تبييت النية في صوم شهر رمضان بالطبع عبارة صحيحة النية شرط من شروط الصوم هل النية شرط من شروط الصوم؟ نعم أيضا عبارة صحيحة عزيز الطالب انتهى الجزء الأول من درسنا نلتقي بكم في الجزء الثاني إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر